أعلنت مؤسسة حياة كريمة المشاركة لأول مرة بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الرابع والخمسين وتعتزم المؤسسة من خلال الجناح الخاص بها تنظيم عدة فعاليات طوال أيام المعرض تتضمن التعريف بالمشروع القومي حياة كريمة وكذلك استضافة مجموعة من الأطفال من قرى مبادرة حياة كريمة لتعريفهم بالدور الذي تقوم به المبادرة وكذلك تشجيعهم وحثهم على أهمية القراءة فضلا عن عرض المنتجات والمشغولات اليدوية للسيدات في قرى حياة كريمة لمساعدتهن في تسويق المنتجات والمساعدة في تطوير المشروع وتطوير عملهن كما تتضمن الفعاليات بعض الزيارات من سفراء حياة كريمة